طب أخوانا الأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما بنقول رمضان شهر خير وشهر محبة ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى إنه بلادنا دائما تكون بخير وإنتوا دائما بخير وصحة وعافية يمكن حديثة الليلة عن واحدة من المشاكل اللي هي مشكلة اليراغان واليراغان دائما الناس بيتفتكر إنه والله اليراغان ده نوع واحد واليراغان ياهو اليراغان ولازم نمشي للبصير عشان البصير ده يحاول إنه يتشاك أو يحاول يفصدك عشان اليراغان بتاعك ينتهي وده كلام ما صح وده عبارة عن معتقدات نحن خاتلناها في راسنا ولا بد من إنها تتغير لأنه الفصيد أو التشتشى هي مع علاج لليراغان أول حاجة خلينا نسبت إنه اليراغان ده عنده أنواع كثيرة في يراغان ممكن يكون بسبب حصوة المرارة يعني الحصاوي بتحت المرارة أحيانا تكفي للمجرى المجرى بتاع المرارة ذاته وتؤدي إلى حدوث يراغان انسدادي أو بنسميه اليراغان الجراحي وتلقى الزلم دايما يعني زي ما بقوله خلاص عيونه مصفرة وهما جايب ما عارف السبب شنو وبده دايما يعني خلاص بنمشي للناس الجراحة على أساس إنه هذا الموضوع يمكن معالجته لكن دايما بنقول إنه تدخل السريع هو الأحسن لكن أصلاً الوغاية خير من العلاج في هذا الموضوع عشان كده يزول عنده حصاوي خصوصاً الحصاوي الصغيرة في المرارة من المستحسن إنه يعمل العملية وبالمنظار وعملية سهلة ما فيها مشاكل إن شاء الله نتكلم عن موضوع أو موضوع التهاب المرارة أو الحصاوي بتحت المرارة السبب الثاني هو واحد من الأسباب الممكن تكون رئيسية في التهاب أو الغيراغان هو التهاب الكبد الفيروسي التهاب الكبد الفيروسي دايماً بيكون السبب بتاعه بأ B أو C أو ألف أو A ودائماً بنقول إنه والله يا أخوان إذا كان عندك التهاب كبد الفيروسي من النوع A دا دايماً بيكون سببه إنك إنت أكلت أكل ملوس أو شربت شراب ملوس وبالتالي ينتقل لك وعمل لك مشاكل وده نسبة برضو موجودة ونسبة كبيرة في التهاب الكبد الفيروسي B والتهاب الكبد الفيروسي C التهاب الكبد الفيروسي B دايماً بنجده أكثر في السودان والتهاب الكبد الفيروسي C أكثر في مصر فديل الاثنين B و C ديل السبب بتاع الانتقال بتاعهم عن طريقة دم الملوس يعني إن قلوا لك دم ملوس أو أنت تصاب إصابة وينتقل لك دم يختلت دمك بدم شخص آخر وبالتالي يحصل عشان كده دايماً بنقول إخواننا الشفرات بتحت الحلاقة يعني أدوات الشخصية ما نستخدمها عشان ما تنتقل لكن هنا في بي و سي دايماً الموضوع ده ما عنده علاقة بالأكل الأكل ده عنده علاقة بالألف هنا بي و سي ده الانتقال الأكبر بتاعهم عن طريق الدم الملوس أو الاتصال الجنسي إذا كان من شخص مصاب لشخص آخر غير مصاب من غير استخدام العازل عشان كده دي واحدة من الحياة المهمة لازم ننتبه لها في نواح تانية بتاعة يرقان اللي هو ممكن يكون يرقان دايماً في الأطفال الصغار اللي بيتولدوا يعدوب و ده يرقان دايماً بنقول عليه فيسيولوجي أو وظيفي و ده بنتهي دايماً يعني فترات محددة يخدوه قدام الضو و فترة و كده و الأمور بتمشي تماماً الداري نطلع بيه في موضوع اليرقان اللي يرقان يا أخواننا قصة ما بيستهن بيها فلابد من أنه ننتبه أول حاجة نعرف سبب اليرقان شنو الحاجة الثانية نبتعد تماماً من أنه نمشي للبصير عشان ما نتشتاش أو نتفسط لأنه نتشتاش ده كله ما علاج لليرقان لرغم معرفة السبب و من ثم دايماً لكن الفيروسي عادةً لأنه عادةً الفيروسات علاجة ما عندها علاج واضح إلا في بعض الأحيان لكن متابعة الطبيب و معرفة التشخيص واحدة من الحياة المهمة جداً جداً دايماً دعوات الصحة والعافية لكم وإن شاء الله ربنا يديكم الصحة والعافية و يجعل هذا البلد دائماً آمناً إلى أن نلتقي بإذن الله يتعالى تقبل تحياتي ترجمة نانسي قنقر